الشيخ صالح كيف أيضا نميز بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر الشرك الأكبر يخرج من الملة ويخلد صاحبه في النار إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ومال الظالمين من أنصار ويحل دمه وماله الجهاد في سبيل الله في الدنيا وفي الآخرة يخلد في النار إذا لم يتوب إلى الله عز وجل أما الشرك الأصغر فإنه ذنب عظيم ومنقص للتوحيد ولكنه لا يخرج من الملة لكنه خطير يمكنه يجر إلى الشرك الأكبر ولهذا خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه قال الرياء يقوم الرجل فيصلي ويزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه فالشرك الأصغر خطير ولكنه لا يخرج من الدين ولا يبيح الدم والمال مثل الشرك الأكبر نعم